لما شفت عدد كبير مجد عشور فكرين عشور بتاع الشرقية لما مرسي قال لك عشور بتاع الشرقية بيعمل ايه عشور بتاع الشرقية موجود النهاردة هل الشرقية انتخبوه ورجعوه البرلمان كان لانه هم بلد محمد مرسي ولكن كان دايما نفوز على محمد مرسي فكان عامل مشكلة لمحمد مرسي عشور فكرين مرسي لما طلع في خطاب 26 ستة 2013 قبل الثورة باربعة ايام فرجع عشور النهاردة النائب مجد عشور موجود النهاردة في مجلس النواب طبعا بعد انتخابه وعودته الى المجلس مرة اخرى هناك عدد كبير من الوجوه الجديدة ومن الوجوه الجديدة عدد كبير جدا وجوه الجديدة لأول مرة تخوط الانتخابات وتكون موجودة مشاركة كبيرة جدا